سلطت محكمة رويب شرقية العاصمة عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع إداعهم الحبس بالجلسة في حق ثلاث متهمين عن تهمة المضاربة غير المشروع وهذا حسب بيان للنيابة الجمهورية لمحكمة رويب فإن عملية الإيقاف والتقديم أما مواكيل الجمهورية بذات المحكمة جاءت في عقاب اكتشاف مستودع تبريد غير مرخص يستعمل لتخزين مادة التمور إذ أسفلت التحرية في ذات القضية عن توقيف ثلاثة متهمين محل المتابعة ومحاكمتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري